هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم مسار السوق سوف نكون بالتحليل حول مسارات الأسواق الخارجي العام الأخلى لهذا اليوم وبالتحديد أيضا الأسواق الإماراتية لكن قبل ذلك سوف نكون في جولة حول أبرز العنوين أهل المؤمنة صحيح حفظة سنكون في جولة حول أبرز العنوين وأيضا نرحب بضيفنا في الستوديو سيد سباستيان أنين وأنت إذن رئيس الاستثمارات لدى المستثمر الوطني أهلا بك معنا سيد سباستيان سنكون حول جولة في الأسواق الإماراتية بعد أن نأخذ أبرز العنوين ارتفاعات جماعية للأسواق الخليجية في نهاية تعاملات الأسبوع القطر يختبر مستويات العشرة ألاف نقطة ويفشل في الصمود فوقها وفي إطار سعي للتصدي للأزمات ورفع الملاء المالية المركزي الإماراتي يدرس قواعد لرفع مخصصات البنوك في مواجهة القرود المتعثرة نمو أرباح شركة النقل في سوق دبي 26% خلال الربع الأول من العام الحالي والأصول تنمو بنسبة 4% أهلا بكم مشاهدينا سنلقي نظرة على إغلاقات الأسواق الخليجية لهذا اليوم باستثناء السعودية طبعا والتي سجلت به هذه الأسواق في الكويت المؤشرات الثلاثة تباينت رغم أن هذه المؤشرات في مطلع تداولات هذه الجلسة سجلت بعض الارتفاعات إلا أن المؤشر الوزني تراجع ب13 نقطة المئوية مع نهاية الإغلاق بنقطة واحدة عند 362 نقطة وكذلك الحال على المؤشر القيادي أغلق على التراجعات وصلت إلى 15 أو 16 نقطة المئوية بقيمة 5 نقاط عند 845 نقطة فقط بقي المؤشر السعري على ارتفاعات وصلت إلى 14% بقيمة 19 نقطة عند 5395 نقطة الأسواق الإماراتية تذبذبت بشكل كبير خلال هذه الجلسة بالأخص في سوق أبوظبي المالي الذي ذهب إلى المنطقة الحمراء تعرض لبعض الخسائر جراء التراجعات في بعض القطاعات ولكنه عاد إلى المنطقة الخضراء بشكل طفيف عند 4387 نقطة السيولة أغلقت على 166 مليون درهم إماراتي بالنسبة لسوق دبي المالي أغلق على ارتفاعات بنصف النقطة المئوية عند 3344 نقطة والسيولة تجاوزت 416 مليون درهم إماراتي كان لدينا بعض الأخبار المؤثرة على مسار الشركات كدبي باركسان ريزورتس التي بدأت باكتتاب زيادة رأس مال هذه الشركة بأكثر من مليار و670 مليون درهم إماراتي وأيضا شركة ماركا التي تعرضت لبعض الخسائر في الربع الأول من العام الجاري والتي وصلت تلك الخسائر إلى أكثر من 18 مليون درهم إماراتي ما تبقى من الأسواق أيضا بقيت في المنطقة الخضراء 16 نقطة المئوية على سوق البحرين بسبعة نقاط من الارتفاعات 21 نقطة من المكاسب على السوق مسقط أي بنسبة 14 نقطة المئوية وبالنسبة لبورصة قطر سجلت ارتفاعات 15 نقطة المئوية مع نهاية التداول 53 نقطة من المكاسب عند 9 941 نقطة كانت اقتربت البورصة من تسجيل واستعادة مصيات إلى 10 ألاف نقطة من نقاط طفيفة يعني بحوالي 12 نقطة كانت على بعد تلك المؤشرات ولكنها قلست من المكاسب عموما أغلقت البورصة القطرية على تداولات تصل إلى أكثر من 330 مليون ريال قطري هي مقاربة على نفس أداء السيولة للجلسة الماضية وكشفت وزارة أو وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية عن اتفاق وزراء التخطيط بدول مجلس التعاون الخليجي على عقد ورشة عمل مشتركة لوضع محددات وبنود استراتيجية موحدة لمبعد 2030 التي نأخذ المزيد في هذا التقرير مجلس التعاون الخليجي في ظل مجموعة من التحديات الراهنة التي تحيط بها والتي باتت تفرض واقعاً جديداً على اقتصادات هذه الدول في وقت مدأت فيه دول المجلس إعادة هيكلة اقتصاداتها للتأقلم مع الأوضاع الراهنة اجتماعات كان أبرزها اجتماع وزراء التخطيط والتنمية في دول الخليج والذي توجب الخروج بخطة استراتيجية خليجية مشتركة لما بعد 2030 تضمنت تنسيق الرؤى والخطط بعيدة المدى لكي تتمكن هذه الدول من الاستفادة من تجارب بعضها البعض مما يعني ضمنياً استعداداً لمرحلة جديدة من التخطيط والتنمية في مجال العمل الخليجي المشترك مواضيع عدة وضعت على طورة اجتماع وزراء تجارة دول الخليج لدعم التبادل التجاري فيما بينها يتمثل أبرزها في مناقشة سبل إزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس بالإضافة إلى إقرار قانون المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون وقانون آخر لمكافحة الغش التجاري في هذه الدول القطاع الصناعي في دول الخليج يشكل أيضاً أحد محاور هذه الاجتماعات إذ يولي وزراء صناعة دول الخليج اهتماماً بمشروع وثيقة الإطار العام والخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس مروراً بالضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجنبكية وانتهاءاً بالتصديق على قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية لهذه الدول أواصر جديدة من التعاون والتنسيق قد تبدأ بين دول المجلس بعد هذه الاجتماعات لا سيما أن الأوضاع الراهنة تفرض عليها المضية قدماً بمثل هذه الخطوات ومشاهدين للحديث أكثر عن تدولات هذا اليوم في الأسواق الإماراتية معنا سيد دي سباستيانين أو إنا رئيس إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني أهلاً وسهلاً بك إذن نتحدث عن تدولات هذا اليوم بالنسبة للأسواق الإماراتية أو نتحدث عن تدولة هذا الأسبوع بتحديد كان لدينا بعض النتائج بالنسبة للشركات في السوق سواء بالنسبة للسوق دبي وأيضاً بالنسبة للسوق أبوظبي المالي كيف ممكن أن نقيم نتائج الشركات وأيضاً السلوك بالنسبة للمستثمرين والمتداولين خلال هذا الأسبوع كان أسبوعاً طبيعياً وعندما ننظر إلى النتائج نتائج الربع الأول فأن معظم الشركات القيادية في السوق قد أصدرت نتائجها كانت إلى حد ما متوافقة مع التوقعات لذلك لم نرى أي تراجع خلال الأسبوع فالأسواق كانت مستقرة خلال هذا الأسبوع وفي الوقت نفسه إذا نظرنا إلى الأوضاع على المستوى الدولي كان هناك حالة من الهدوء أسعار النفط لا تزال تتداول عند 45 دولاراً تقريباً للبرميل وكل الأخبار الواردة من أمريكا تظهر شيئاً من التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي هذا يعني بأن أي زيادة في معدلات الفائدة من الاحتياط الفيدرالي لن تحصل قبل ربع أو ربعين ربما وهذا الأمر ليس جيداً فقط للإمارات وإنما للأسواق الناشئة عموماً عموماً قد تكون الأحداث الحالية أسعار النفط جميعها مؤثرات بشكل إيجابي على الأسواق الإماراتية ولكن دعنا ننتقل إلى ممنحه المصرف المركزي الإماراتي للبنوك العاملة في الإمارات مهلة حتى السادس عشر من شهر يونيو القادم وذلك لتقييم أثر المعايير المحاسبية الجديدة طبعاً سنتابع متشاهدين مزيداً من التفاصيل في هذا العرض للزميلة حفيظة البشاري وأهلاً بكم مطالب المركزي الإماراتي البنوك العاملة بالإمارات بدراسة وتقييم المعايير المحاسبية الجديدة والتي سيتم اعتمادها لتعزيز شفافية وكفاءة أداء البنوك والتي يتوقع أن تؤدي إلى رفع قيمة المخصصات لمواجهة الصدمات وتأثيرات انخفاض أسعار النفط نلقي نظرة في هذا العرض على أبرز مؤشرات القطاع المصرفي في الإمارات ونبدأ أولاً مع الأصول والتي شهدت نمو ابتداء من سنة 2013 كانت في حدود تريليونين ومئة مليار درهم إماراتي لتصل في حدود الربع الأول من 2016 إلى حدود تريليونين واربعمائة وتسعين مليار درهم إماراتي ائتمان البنوك أيضاً بدوره شهد نسبة نمو وارتفاعات إلى حدود تريليون وخمسمائة وعشرين مليار درهم إماراتي هذه الائتمان أو هذه النسبة والقيمة كيف تتوزع في الإمارات لدينا الحكومة لديها نسبة 11% من مجموعة لإئتمان في دولة الإمارات والقروض المقدمة القطاع العام أيضاً لديه نسبة 12% والقطاع الخاص متمثلاً في التجاري والصناعي والأفراد ومؤسسة مالية غير بنكية يمثل أيضاً نسبة ثانية بحدود تجاري والصناعي 46% الأفراد 22% مؤسسة مالية 2% وغير مقيمين لديهم قرابة 7% من مجموعة لإئتمان بالبنوك الإماراتية ودائها البنوك الإماراتية بدورها شهدت نمو إذا ما قارنناها ب2015 كانت في حدود تريليون و470 مليار درهم إماراتي لتصل في الربع الأول من 2016 إلى حدود تريليون ونصف تريليون درهم إماراتي هذه الودائع كيف تتوزع في الإمارات إذن لدينا الحكومة لديها نسبة 10% من مجموعة هذه الودائع القطاع العام أيضاً لديه نسبة 13% من مجموعة الودائع القطاع الخاص لديه النسبة الأكبر بحدود 63% المؤسسات المالية حوالي 2% وغير مقيمين 12% هي نسبة غير المقيمين في مجموعة الودائع بالإمارات العربية المتحدة نسبة الإقراض بالقطاع المصرفي وهي تمثل بعض مؤشرات الخلل بالنسبة للقطاع المصرفي نلاحظ أن في 2014 نسبة الإقراض كانت في حوالي 97% المركز الإماراتي يوصي بأن لا تتجاوز هذه النسبة حوالي 100% لكن تجاوزت هذه النسبة في 2015 وبحدود 101% سجلت وأيضاً في الربع الأول من 2016 سجلت هذه النسبة حوالي 101% وبالتالي هذا مؤشر على ارتفاع المخاطرة في عمليات الإقراض وأيضاً أعلى نسبة إقراض هي لدى أبو ضبي التجاري استمرات البنوكة الإماراتية كيف تغيرت؟ ارتفعت من حوالي 250 مليار درهم سجلت في 2015 إلى حدود 264 مليار درهم خلال الربع الأول من 2016 مخصصات القروض غير العاملة ببنوكة الإماراتية هذه المرة كيف تغيرت؟ أيضاً لاحظنا في 2014 كانت في حدود 71 مليار و600 مليون درهم إماراتي 2015 كانت في حدود 72 مليار و400 مليون درهم وترتفع هذه المخصصات خلال الربع الأول من هذا العام إلى حوالي 74 مليار و400 مليون درهم إماراتي طبعاً ارتفاع هذه المخصصات يعود إلى تراجع أسعار النفط وأيضاً بعد بوادر التباطئ في الاقتصاد العالمي وبالتالي المصارف تذهب إلى الرفع من المخصصات لمواجهة أي قروض متعثرة لديها المخصصات العامة هذه المرة بالبنوك الإماراتية نلقي عليها نظرة طبعاً لديها ارتفاعات تسجل ارتفاعات في 2015 بحوالي وتسجل قيمة 26 مليار ونصف المليار درهم في الربع الأول من 2016 أيضاً تسجل حوالي 26 مليار وتسعمائة مليون درهم إماراتي وكما ذكرنا بعد بوادر التباطئ الاقتصاد العالمي وأيضاً ما رفقها تراجع أسعار النفط وارتفاع في القروض المتعثرة هذا كله يؤثر طبعاً على ارتفاع المخصصات سواء بالنسبة للبنوك وفي الإمارات ككل نسبة كفاية رأس المال هذه المرة نلقي عليها نظرة في 2013 كانت في حدود 19.3% في حدود 18.3% وتتراجع هذه النسبة تقريباً إلى حدود 18% هذا طبعاً يدل على الضغوط التي تتعرض لها المصارف وأيضاً القطاع المصرفي في ظل التوترات الحالية وأيضاً الإبهام حول نمو الاقتصاد العالمي إذن كانت هذه أبرز مؤشرة القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة ونعود إليكم مشاهدين مجدداً وسيد سباستين أنا رئيس إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني أهلاً بك من جديد سيد سباستين يعني كنا قد استعرضنا قبل الفاصل بأن البنك المركزي الإماراتي يعطي مهلة للبنوك المحلية حتى السادس عشر من شهر يونيو المقبل لأن تقيم الأثر من تلك المعايير المحاسبية الجديدة فكيف سينعكس ذلك على البنوك برأيك؟ بالتأثير سيكون هناك تأثير لكن من المهم أن نفهم لماذا لدينا هذا التأثير في الأنظمة هذا واحد من تبعات أزمة 2008 احتجنا إلى ثمان سنوات لكي تطرح جهات النظمة هذه المعايير الجديدة والمصارف ستحتاج إلى ثلاث سنوات لتطبيقها وإضافة إلى ذلك فإن تطبيق هذه المعايير سوف يحتاج إلى الكثير من العمل على مستوى المصارف وإلى تنسيق إضافي بين أقسام المالية وإدارة المخاطر ومختلف الوحادات التابعة للمصرف هذا عمل تعاوني وكل هذه المصارف سوف تبدأ بمهمة أساسية هي تقويم القيمة العادلة لأصولها والتزاماتها في ميزانياتها وسوف ننتقل من نظام كنا نعتمد فيه على خسارات ائتمانية مترتبة إلى متوقعة هذه ثورة على مستوى المصارف لأنه بحاجة إلى بناء سيناريوات محتملة وبالتالي حاليا من الصعب تقويم الأمر بشكل مناسب لأن العمل قد بدأ للتو لكن إذا أجرينا مقارنة مع القطاعات المصرفية في الأسواق الناشئة فنحن نعلم بأنه في معظم الحالات هناك تأثير على تخفيض قيم الأصول وقد ينطبق هذا الأمر على مصارف الإمارات لكن في أواصل يونيو المقبل ستكون لدينا معلومات إضافية ودعونا لا ننسى أن المصارف لديها ثلاث سنوات لتبني هذه الأنظمة والمعايير الجديدة نعم سيد سباستين دارنا نتحدث عن المخصصات المركزي الإماراتي يدرس قواعد لرفع هذه المخصصات البنوك في مواجهة القرود المتعثرة حسب الإحصائيات خلال الربع الأول من هذا العام أيضا المخصصات ارتفعت إلى حدود 26 مليار و 900 مليون درهم إماراتي هذا الارتفاع في المخصصات بالنسبة للقطع المصرفي ماذا للاتو؟ هل هناك ارتفاع أيضا بالنسبة للقرود المتعثرة أم أن هناك تخوف من أزمة نمو بالنسبة للاقتصاد ككل؟ كما قلت أنت الأمر مرتبط بالقرود المتعثرة نعلم بأن الظروف الاقتصادية قد تدهورت نوعا ما في الأشهر الثمانية عشر الماضية في الإمارات والمصارف تواجه مصاعب أكبر وتحديدا في بعض القطاعات مثل عمل الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا أمر طبيعي لأن هذه قطاعات دورية والمصارف عانت من ذلك من القرود المتعثرة أو غير العاملة وموضوع التغطية وبتالي هذا أمر طبيعي أو نتيجة طبيعية إذا نظرنا حاليا إلى موقعنا في الدورة فهذا أمر طبيعي كل هذه الضوابط الجديدة أو المعاين المحاسبية الجديدة ورفع المخصصات وما إلى ذلك كيف سيؤثر أيضا على موضوع الإقراض إن كان للأفراد أو المؤسسات هل سيكون هناك تأثير كبير؟ كلا أنا لست متشائما أنا واثق تماما من أن المصارف سوف تتخذ التدابير لتتحاشى تأثير هذا الأمر أقصد تمويل الشركات وتمويل الأفراد من المهم هنا أن ندرك بأن هذه الأنظمة ستسمح للمصارف بأن تستوعب الصدمات وتمتصها في المستقبل هناك مثال في التاريخ الحديث للإمارات لدينا مثال جيد عن قانون جديد كان داعما للأوضاع المصرفية قبل ثلاث سنوات المصرف المركز اتخذت تدابير جديدة في القطاع العقاري من أجل تمويل القطاع العقاري بشكل أفضل وإذا نظرنا إلى نتائج هذا الأمر على الرغم من أن الاقتصاد كان في شيء من التحديات في آخر سنة ونصف إلا أن أسعار العقارات تراجعت وبالتالي لم يعد الأمر يشكل مشكلة للمصارف كما كان الأمر في 2008 و2009 هذا يظهر بأن القوانين الجديدة عندما تكون قوانين جيدة تترك أثرا جيدا ليس في خطاع القطاع المصرفي وإنما على الاقتصاد بأكمله نعم نتحدث عن سوق السندات مؤخرا لاحظنا العديد من المصارف تتوجه إلى السندات للتمويل وخاصة بالنسبة للمصارف الإماراتية بنك دبي الوطني وأيضا التجاري توجهوا إلى سوق السندات لتمويل القروض المتعثرة لديهم إلى أي حد هذه التوجه إلى سوق السندات له تأثير بالنسبة للملاءة المالية للبنوك هذا أمر طبيعي بأن تقوم هذه المصارف بتشكيل وسادة حماية كما يقال وخاصة الشق الأول والشق الثاني من رأس المال هم بحاجة إلى رأس مال أو كفاية رأس مال قوية وفي معظم الحالات هذا الأمر عبارة عن تدوير لسندات سابقة وبالتالي هذا أمر طبيعي تماما وحتى الآن هذه المصارف لم تواجه أي مشاكل في الحصول على رأس مال أو الاقتراض هذه ليست مشكلة على الإطلاق بأن تعيد التمويل ضمن ظروف السوق الحالية بالتأكيد كنت على متابعة لقرار الفائدة الأمريكية من الفدرالي والذي بالرغم من البيانات الضعيفة التي كانت قد صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية لأن أحد أعضاء الفدرالي دودلي ذكر بأنه قد يستمر البنك المركزي الأمريكي برفع الفائدة لمرة أخرى خلال هذا العام كيف سيكون هناك تأثير أيضا على الفائدة بالنسبة للدول الخليجية وبالأخص الإمارات؟ هناك احتمال كبير بأن تلجأ المصارف إلى تقليد ما نراه في أمريكا لكن بصراحة نحن نتحدث عن 25 بيبس الزبائن لن يشعروا بذلك حتى في نهاية المطاف نحن نتحدث عن زبائن من الشركات وزبائن الأفراد نحن لا نتحدث عن عمليات أو تكاليف عدد تمويل التحدي هنا لا يرتبط بمعدل الفائدة وإنما بالقدرة على الحصول على الاعتمام ورأينا في الآوينة الأخيرة هناك نقاشات فنحن نعلم بأن بعض الشرائح في السوق مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني هذه الأيام في الحصول على الاعتمام وبتالي النقاش يرتبط بالقدرة على الحصول على الاعتمام أكثر من ارتباطه بمستوى معدل الفائدة التي ستظل أصلا عند مستويات متدنية في الأشهر المقبلة بالنسبة للآيبور كان هناك توترات في أسيولا هذا الأمر أثر على مدى الفائدة القصير الأجل وهذا الأمر لا يرتبط بالوضع في أمريكا لكن رأينا شيئا من الاستقرار في الأشهر الثلاثة الماضية أنا أتوقع للاستقرار أن يستمر وأن يظل هذا المعدل عند هذه المستويات نعود إلى المركز الإماراتي نسبة القروض إلى الودائع المحددة هي في حدود 100% لكن في 2015 و2016 هذه النسبة في الإمارات تعدت إلى 100.11% من طرف المصارف في ذل حاليا الإجراءات التي يريد المركز الإماراتي اتخاذها سواء برفع المخصصات أيضا نمو في القروض المتعطرة وبالتالي ربما معالجت هذا الموضوع هل ممكن أن نتوقع إجراءات أكثر من طرف المركز الإماراتي للضبط نسبة القروض إلى الودائع؟ لا أعتقد أنه لا يمكن إتخاذ الكثير من الأنظمة والقوانين الجديدة في الوقت ذاته فهناك قانون تحدثنا عنه قبل قليل المتحدث بالمعايير المحاسبية الجديدة هذا إجراء كبير وبالتالي لا أتوقع للبنك المركزي أن يضغط بشكل إضافي على المصارف من خلال السيطرة على موضوع نسبة القروض إلى الودائع نعلم أنه في بعض الدول في المنطقة مثل السعودية هناك معايير لهذا الموضوع طبعا ربما يفضلون تطبيق بعض المعايير أنا لست من العاملين في المصرف المركزي لكن ربما سينتظرون للسنة إضافية إذا كانوا يعتقدون بأنهم بحاجة إلى تطبيق قانون جديد لكن لن يطرح الكثير من القوانين في الوقت ذاته لأن هذا المرسى يضغط على القطاع المصرفي في وقت مطلوب من المصارف أن تمول الاقتصاد وبالتالي لا أتوقع أي شيء قريب أو أي شيء جديد في فترة قريبة من الآن ونشكرك على إغناء هذه الفقرة سيد سباسيانانن وأنت رئيس إدارة الوصول لدى المستثم الوطني شكرا جزيلا لك شكرا وثمانين مليون درهم والذي تهدف الشركة من خلاله إلى تمويل منتزهها الترفيه الرابع هذا وتنتهي فترة الاكتتاب في الخامس والعشرين من مايو الحالي نلقي نظرة على السهم دبي باركس كيف تداول في تداولاتي لهذا اليوم إذن أغلق على تراجعات تقارب واحد ونصف النقطة المئوية عند الدرهم وثلاثين فلس وما زلنا في أخبار الشركات حيث ارتفعت خسائر شركة ماركا الإماراتية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 112% على أساس سنوي لتصل إلى 18 مليون درهم إماراتي بحين ارتفعت إرادات الشركة في الربع الأول من هذا العام إلى 75 مليون درهم إماراتي مقارنة ب390 ألف درهم في الربع المماثل من العام السابق واليوم السهم بالنسبة لماركا على خلفية هذه الخسائر سجل تراجعات بنسبة 11 نقطة المئوية ليخسر إلى مصيات الدرهم و25 فلس في كل سهم وبهذا مشاهدين نصل إلى نهاية حلقة نهاية هذا الأسبوع من برنامجكم ومسار السوق نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء ونتمنى لكم نهاية عطلة سعيدة إلى اللقاء هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة ترجمة نانسي قنقر